اشتركوا في القناة جامعة أسوان بتحرص منذ بداية العام الدراسي على بداية الأسبوع بفعالية رياضية بمشاركة أبنائنا الطلاب سواء من كلية التربية رياضية أو من جميع الكليات مع وجود أعضاه التدريس والعاملين نحن نبدأ اليوم بفعالية بدأنا أول أسبوع بمرسهم بالقري ثم بسباق للدراجات ثم للمشي واليوم في فعالية خاصة بالمشي داخل الحرام الجامعة وتنتهي في الأستاذ الرياضي الخاص بجامعة أسوان اللي هو ممد بالأضواء الكاشفة وبالمدرجات للجماهير مع وجود احتياطات للإجراءات احترازية للتباعد الاجتماعي ورفضاء الكمامة والبعد عن ممارسة الرياضات العنيفة واللي فيها تلاحم احنا طبعا جامعة الأسوان هنا فعلنا في مبادرة السيد الرئيس على فتاح السيسي الرياضة أمن قومي بتالي الجامعة وكلية تربية رضية يعني لازم يكون فيه منهجية لمبادرة السيد الرئيس عملنا ساحتنا مبادرة ساحتنا في رياضتنا بحيث ان تبقى فيه رياضة وسلوب حياء وده عملناها فعلناها على الارض الواقع ان كل يوم حد الساعة تسعة صباحا في الجامعة بغاية تسعة لغاية الساعة عشرة دي فيه ممارسة الرياضة من نوع الرياضة من ماشي الجاري الدراجات الرياضات المائية عموما احنا بنوع في الرياضات وفي نفس الوقت كل يوم ثلاث فيه نشاط من خمسة لسبعة على الملعب المفتوحة هي كرة قدم كرة سلة كرة يد تنس ارضي تنس طولة اه العب اه العب تلماتش لحيث ان احنا عاوزين نخلي رياضة وسلوب حياء للمجتمع المحلي المجتمع المحلي بتاع الجامعة اللي هو يتمثل فيه اعضاء التدريس الطلاب العاملين طبعا الجامعة الحمد لله يعني موفرنا هنا كل حاجة زي ملاعب والادوات الرياضية واحنا طبعا يعني شايفينه هي دي حاجة كويسة خالص يعني لينا وانه كل الامكانيات متوفرة فمش بيبقى مثلا غير حاجة واحدة بس اللي هي متوقفة على كده ان هو شغلنا وجهدنا مثلا ان هو بنحاول نرزل كل جهدنا ونحاول نطلع احسن حاجة عندنا عشان خاطر الرياضة مفيدة مفيدة لأي حد طبعا كل يوم مفرنا كل حاجة ملاعب فعندنا هنا بسكت عندنا كرة طيرة عندنا كرة يد وعندنا برضو كرة خدم وعندنا لعب قوة سواء كانت ميضانة او مضمار وعندنا برضو تمرينات وعندنا برضو جنباز وعندنا عروض وعندنا لعب تانية كتير زي برضو كرة السرعة او تنس الطولة وعندنا برضو تنس أرض السنادي برضو تصفر عندنا والحمد لله برضو في كمية ملاعب تفتحة السنادي كده كتير موسيقى